ودلوقتي جي معدنا مع فاقلة سكوب والنهار ده هنتكلم عن موضوع يمكن بيهم كل حد فينا وهو تأثير السوشال ميديا في حياتنا مش تأثيرها العادي ولكن تأثيرها على صحتنا النفسية كتير مننا بيتابع المشاهير على السوشال ميديا وبيعجب جدا بشكل حياتهم ودنيتهم والصورة المبهرة اللي بتظهر عليها حياتهم في الفيديو والصور اللي بنشوفها ليهم على صفحتهم على السوشال ميديا بس السؤال هنا بقى هل وإحنا عاديين وبنتفرج وبنقول الله إيه الحياة الجميلة دي بنكون فعلا مصدقين إن هي دي حياتهم وإن الصورة أو الفيديو اللي مدته سواني أو حتى دقائق بيعبر فعلا عن حياتهم وهو ده شكل حياتهم الحقيقي لدرجة إن الناس كتير قوي بتتمنى إن حياتها يبقى شكلها كده مش بس كمان في عدد كتير جدا من الناس والدراسات اللي نشرتها صحف أجنبية كتير قالت إن في ناس كتير بيجي لها اكتئاب وبيحصل لهم تمرد على حياتهم بسبب اللي بيشوفوه على السوشال ميديا وهو في الحقيقة حياة مش حياة أيضا وبما إن الموضوع مهم ولدخل كبير بالصحة النفسية قررنا إن يكون دفنا النهاردة الدكتور محمد محمود حمودة استشاري ومدرس التب النفسي بجامعة الأزهر أهلا بيك يا دكتور أهلا بحضرتك ومسادة المشاهدين دكتور إيه رأيك في الموضوع ده؟ الناس كتير جدا بتتفرج على السوشال ميديا وفجأة بيفتكر إن الثانية دي أو دي أدي من الصورة أو من الفيديو اللي هو مبسوط فيها وطلع متحمس جدا بيغني والحياة فظيعة وجميلة بيفتكر إن هي دي حياته الحقيقية فعلا فيه ناس بتبقى فاهمة إنه دي حياة الشخص ده الحقيقية وفيه ناس بتبقى فاهمة لأ إنه ده لقطة من الحياة وهو بيبقى الممثل قاصد أو الشخص الإنفلونسر ده قاصد أنه يحط اللقطة دي بس لأنه المقاسي موجودة حولنا في كل حتة ولكن هو عايز يعرض حاجة تشد الناس فبيبقى حاطة اللقطة دي المخصوص عشان يشد الناس ففيه ناس بقى فاهمة الحكاية دي وفاهمين إنه دي لقطة من حياته بس حياته مش كلها كده ولا حاجة وفيه ناس تانية لأ بتبقى فاهمة إنه دي حياته ويبدأ زي محرك قلت كده يتأثر نفسيا ويحس إنه هو واقع في المجتمع ومالوش دور ويفتكر إنه الفنان ده يعني أو الإنفلونسر ده يعني عايش حياته وإنه الموضوع بالرفاهية اللي هو شايفها في اللقطة بتاعت الفيديو دي والناس دول طبعا بيخشوا بقى في اضطرابات قلق واضطرابات اكتئاب لأنه بيحس صورته الذاتية عن نفسه بتبدأ تقل اللي بيتابع أصلا الممثلين والناس المشهورين على الإنترنت دول غالبا ناس عندهم ثقة في النفس قليلة وهم بيحاولوا طول الوقت إنه هم يكتسبوا ثقة في نفسهم بس ممكن أنا تابع حد عشان أنا بحبه لو أنا بحبه وبتابعه بشكل عادي دي حاجة ولو أنا بحبه وبتابعه بشكل مرضي دي حاجة تانية وده يدخلنا في مرض مشهور قوي اسمه سليبرتي وورشيب سندروم اللي هو متلازمة عبادة النجوم تمام؟ تلاقي شخص بيتابع الممثل بشكل مرضي اللي هو إيه يعني يا دكتور؟ إيه اللي بيحصل عشان الواحد يعرف الفرق بأن أنا بتابع شخص عشان بحبه وأن أنا كده بقيت مهووسة أو مريضة بيه بالضبط كده هو السليبرتي وورشيب سندروم ده عبارة عن أبساسف أديكتف ديس أردر يعني هو اضطراب وسواسي إدماني فالموضوع بيبقى زيادة عن اللزوم مبالغ فيه لدرجة أن أنا قاعد كل شوية أبص على أخباره بصحة من النوم أتشيك أخبار الممثل ده أو الشخص اللي أنا متابعه ده أنا أحلم بيه بتكلم عنه طول الوقت في حياتي يومية لدرجة أنه بدأ يأثر على حياتي الاجتماعية وبدأ يعمل لي خلال وظيفي وخلال اجتماعي أبقى في الشغل بدأ مركز في الشغل لأخش في النص أبص على الأخبار بتاعته وعلى فكرة المرض ده أنواع يعني اللي احنا بنقوله ده النوع البسيط لأ ده الموضوع ممكن يبقى معقد أكتر من كده كمان إزاي؟ ده في بعض الناس بيبقى عندهم هوس لدرجة أنه هو يبقى متخيل أنه في علاقة عاطفية مع الشخص اللي قدامه ويخش في حاجة كده زي التراب زهيني أنه متخيل وفاهم أنه علاقته بالشخص اللي قدامه ده علاقة عاطفية واللي قدامه هو اللي بينكرها لأ وبعضهم بيحصلوا حاجة اسمها إرتومانيا بيبقى ميصدق أن اللي قدامه أو النجم والممثل ده بيحبه زي ما أنا بحبه ويبقى أي إشارة بتتبعت أو أي رسالة بتتبعت يفسرها غلط على أنها لي بالضبط كده فالممثل يحط أغنية مثلا أو يحط مش عارف إيه فيبدأ يقول ده بعيد هالي ده بقصد أنه يكلمني فده مرض مشهور جدا يبدأ من أنه يبقى حاجة نيروتك يعني حاجة عصابية عادية ممكن تحصل معنا كلنا زي ما بنقول obsessive addictive يعني شوية أن احنا بنتابع الشخص بالزيادة الزيادة من اللازم ومركزها معاه لأ لدرجة أنه أسطر على الحياتي يومية وبعد كده ممكن يخش الموضوع في درجة أني مصدق أن أنا على علاقة عاطفية بيه بس من جانب واحد وبعدين يخش في إرتومانيا أنه مصدق أنه حتى الطرف الآخر إيه بيحبني وبيبعث لي إشارات لأنه ما يقدرش يصرح بحبه يعني لو واحدة عاملة كده مثلاً بتتابع الموضوع ده بس مش مشاهير مع جوزها مثلاً هل دي تعتبر أن هي كده عينة بالأمراض دي؟ لا هي مش عينة بالأمراض دي أنا شك في جوزها في طول الوقت تبقى مركزها معاه عشان هي يشك فيه حس أنه يبلعب بديله بس ده مش مرض يعني هو مرض دي حاجة طبيعية ولو وصل أنه بدأ يبقى بيعقها عن حياتها يومية وموارسة عنشطتها يومية يبقى مرض أي حاجة تؤدي إلى خلال وظيفي واجتماعي نعتبرها أمراض نفسي طالما ما فيش خلال وظيفي واجتماعي فتبقى حاجة طبيعية أوكي طيب بالنسبة الحضرتك بتكلم عن الناس اللي بتتبع المشاهير بس إحنا ساعات بنشوف ناس تانية بتتفرج على صور ناس صحابهم عاديين وبيحصل لهم برضو حالة الاكتئب ده طب ده بيحصل ليه بقى؟ عشان هو بيقارن حياته بحياة الآخرين طول الوقت وهو زي ما قلنا كده بيشوف اللقطة دي على أنها حياة الآخرين هو مش فاهم أنه دي لقطة مش الحياة كلها فهو يقعد يقارن نفسه بالآخر طول الوقت المقارنات من أسوأ الحاجات اللي ممكن الشخص يعملها في نفسه لأنه كل ما بقارن نفسي بالآخر أنا ثقة في نفسي بتقل المثال المشهور لو قلتلك أن فيه شخصين بيلفوا التراك فواحد لف التراك في عشرين دقيقة وواحد لف التراك في نص ساعة مين أحسن؟ هتقولي على طول اللف التراك في عشرين دقيقة طب لو قلتلك أن اللف التراك في عشرين دقيقة ده بطل رياضي وعمره عشرين سنة واللي لف التراك في نص ساعة ده راجل عنده خمسين سنة وبيعمل ده عشان الدكتور نصحه بأنه هو يلعب برياضة ويتحرك يبقى مين أحسن؟ أكيد الأكبر في السن بالضبط كده لكن احنا دايما بناخد حتة ونقارن بناخد حاجة سطحية قوي ونقول ده لف التراك أسرع من ده لا أخد الموضوع على بعضي هتلاقي أن المقارنة غير عادلة فاحنا بنقارن حياتنا بحياة آخرين غير عادلة فلما أنا عندي عشرين سنة مثلا بعض أقارن نفسي بواحد عنده خمسين سنة أو عنده أربعين سنة ممثل مشهور فهنا مقارنة غير عادلة بص ده فيين وانت فيين بص ده عنده كم سنة وقعد يشتغل قد إيه بص ده بيعمل إيه وانت بتعمل إيه فالمقارنات دايما بتخلي ثقاتنا في نفسنا تقل وبتخلينا نشعر بالإحباط وبتخلينا بعد شوية يحصل لنا reaction to frustration اللي هو رد الفعل للإحباط لدود الأفعال للإحباط حاجات كتيرة منها الاكتئاب منها أن الشخص يعني عزل وانزاوي واكتئاب ممكن حد يأذي نفسه؟ أه أنا لسه هكملك ومنها أنه الشخص يدخل في إدمان المخدرات لأنه بقى عنده إحباط مستمر فهو عايز يهرب من الإحباط ده فيدخل في إدمان المخدرات ومنها أنه يبقى عصب زيادة عن اللزوم وعنيف زيادة عن اللزوم فيبقى أي حد بيكلمه وهو بينفعل عليه لأنه هو ده رد فعله للإحباط اللي هو بيعيشه ومنها أنه يفكر أنه يأذي نفسه ومنها أنه يفكر يأذي الآخر تمام؟ فردود الأفعال للإحباط كبيرة جدا لأ سانيا يا حدي دكتور يعني ممكن واحد يكون بيتفرج على مشاهير أو حد تاني مش لازم يكون مشهور ويعجبه حياته جدا في اللقطة بتاعت الصورة أو اللقطة بتاعت الفيديو فيوصل لمرحلة أنه هو يأذي نفسه أو يأذي صاحب الصورة بالظبط كده لأنه هو بعد شوية هو بقى عنده يعني هو الأول كان معجب بالموضوع بعد شوية مع التكرار للموضوع هيبقى عنده أحقاض تجاه الشخص ده وده يبقى مشهور أو تلاقيه بين أوي على السوشيال ميديا لما ممثل تحصل له مشكلة تلاقي ناس كلها دخلة شمتانة فيه وفرحانة فيه اللي بيتابعوه ما بيصدقوا ويشتموا فيه طب هو إيه الحكاية هم عملوا كده ليه ده لسه مبارح كانوا هم عندهم أجريشان داخلي أو عدوان داخلي تجاه الشخص المشهور ده إشمعنا أنت مشهور وإحنا لأ فاهميني فيبدأ إذن العدوان ده في الحظات الحاجات دي حصلت كلها يعني دي أمراض أكيد كانت موجودة من قبل بس هل هي ظهرت أكتر بعد السوشيال ميديا ما بقى هنا منفتحين كده كلنا على منصات التواصل الاجتماعي هو المتابعة بقت أسهل بقت متابعة النجوم أسهل بس هي كانت موجودة من زمان وعلى فكرة الإيرتومانيا إنه الشخص يحس إنه هو على علاقة بالممثل وإنه الممثل هو كمان بيحبه بعطله إشارات دي اتعملت في فيلم مشهور اللي هو بتاع بحبك وأنا كمان بتاع فنان مصطفى أمر لما كان فيه واحد بيحبه ومتخيل إنه الممثل ده بيحبه هو كان بيتابع أخبار الممثل أول بول واخد بالك فالمرض ده موجود من زمان ده أول مرة اتشخص المرض ده كان في إنجلترا في القرن الستاشر فدي حاجة شائعة جدا ولكن هو لما بقى فيه انفلونسرز والسوشيال ميديا وانفتاح والمتابعة بقت أسهل الموضوع زاد فبقى مش بنتابع شخص واحد لا بقى أنا بنتابع عشخاص كتير وبقى أنا بنعرف تفاصيل حياة الممثل الأول بول لأن الممثل كل شوية بيعمل تشيكن بيعمل تشيكن في مكان معين فأنا عارفة دلوقتي أنه في المكان الفلاني فأنا ممكن أخد بعضي وأروح أعود له على باب المكان اللي هو فيه عشان أقابله أو عشان أشوفه أو 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 دكتور إنيسل بتتأثر بالمشاهير سنهم بيكون أكتر من صغيرين ولا أي عمر هو شائع ده في سن من 14 ل 16 سنة يعني دول أشيع فئة بتتابع المشاهير بشكل دوري وشائع في البنات أكتر من الصبيان بالمناسبة ما يعني هو لقوا كده الإحصائيات لقيت أنه أشيع في البنات من الصبيان بس لقوا أنه في بعض الأمراض لما ندخل بقى في محلات الأمراض لا أشيع في الصبيان من البنات لكن المتابعات بتاعت المشاهير أشيع في البنات من سنة 14 ل 16 طيب وبتقل بالمناسبة كل ما بنجبر لأنه الشخص بينشغل بحاجات تانية وفكرة الهوز بممثل بتبقى شقعة برضه من سنة 14 ل 16 ما فيش حد لو تغذي بالك من أصحابك بالزبط كده إلا فترة المرحقة كان عنده فتح أحلام من الممثلين وكان مهتم قوي بالممثلين في الوقت ده كل ما بنجبر كل ما اهتمامنا بيقل ونخش في الواقع أكتر ونندمك في حياتنا الواقعية طيب إحنا عملنا تقرير حابين حضرك تفرج عليه ونرجع تاني على طول اشتركوا في القناة وفيه حاجات بتبقى منها حقيقة وفيه حاجات بتتصدق وفيه حاجات ناس بتصدقها ونس في ماني ما بتصدقهاش يعني بتلاقي فيها كتير كشكل مثلا أنا وكامع شكل قدس كتير قوي ولو على الحقيقة فتبقى النفسة عن الحاجات اللي هي الحلوة بس أكيد رأي في الانفلونسر بلوجر لأ يعني شايف انهم فيه ناس بتقدم محتوى كويس ومحتوى مقبول وفيه ناس بتقدم محتوى يعني شايف انهم مالوش لازمة أو انهم انهم يعني شايف انهم هادف أو حاجة بيقدمها هادف ما فيش حاجة تفيد يعني بمعظمها تهريج معظمها خروجات يعني كل حاجة بيساق يعني يعمل على السوشان نيدي بتاعته عن حياته هو قصة حياته طيب أنا استفدت إيه من مك ما بحبه مش خالص صرا ولا عمري ما حبيت ولا تكبلت شغلت أصلا لالفلونسر دي ولا البلوجر ولا باقتنع بيوهم مش بتابعهم لا والله أنا من وجهة نظر شخصيها إذا كانت معبرة عن حالة أو واقع يعني أو بتناقش قضايا معنا فدي مجدية لكن خلاف كده مش في البلوجرز ممكن منهم يتشاف وفيه منهم متفهين أنا شاف أنهما فيه منهم معظمهم متفهين والتفاهة دلوقتي هي على السوشال ميديا المشاهدات بتاعتها أحسن ده فاضة بقى الفراغ بتاعلي دكتور إيه رأيك في التقرير هو يعني التقرير يبدو أنه الناس عندها وعي وفاهمين أنه ده مش حقيقي بس يعني أنا أعتبر هردود تلفزيونية أكتر منها الواقع يعني عارفة المسألة اللي بيقولك الزن على ودان أمر بالسحر طبعا يعني إحنا لما كل شوية تظهر لنا صور البلوجرز وأخبارهم وبتاع بعد شوية هتلاقي غصبة عنك الموضوع تصرب إلى عقلك الباطن صح وبدأتي تؤمني بي وتصدقي فالردود هي تبدو أنها تلفزيونية أكتر من وقعية لأنه غصبة عننا هيبقى جوانة في العقل الباطن الموضوع يعني دخل بشكل كبير وكتير من الناس بتبدأ فعلا تقلد البلوجرز وتلاقي أنه أنا عندي أطفال بعالجهم الحقيقة أطفال أطفال 8 سنين و 10 سنين متابعين البلوجرز وقراروا أن نحاتهم تبقى زي البلوجرز يعني تسأل الطفل أنت عايز تبقى إيه يقولك زميان كان يقولك أبقى دكتور دكتورة ومهندس دلوقتي يقولك أبقى بلوجر أبقى يوتيوبر وكأن الموضوع بقى يعني سهل أن أنا أخد فلوس من الحاجات دي والأطفال دول بيعملوا قنوات على يوتيوب فعلا بياخدوا إذن أهلهم وأهلهم بيوفق لهم عشان يوروهم أن الموضوع فاشل فيبدأوا يعملوا قنوات على يوتيوب أنه هو بيحط لعبة بتتلعب إزاي تلعب اللعبة دي أنه هو يحط حياته يومية للأسف بقى في أطفال يعملوا حاجات مش المفروض أنها تتعامل عشان ياخدوا مشاهدات وعشان الموضوع يبقى مربح بالنسبة له والمشكلة لو الموضوع نفع فهيخلي الطفل بعد شوية إيه يد من الحكاية ويبقى عايز تبقى حياته كده وخلاص وعشان كده خد بالك أطفال كتير من اللي بدأوا التمثيل اه مشهور ومكسب الفلوس جاي بسهولة ما بازلش يمجهود بعد كده وحياته انتهت بعد شوية فالأطفال دول لو كذبوا فعلا في يوتيوب والموضوع مشي معهم هيمشي مؤقتا وبعد شوية الأطفال دول حياتهم هتنتهي زي الممثلين اللي بدأوا هم صغيرين إحنا دايما نفسيا لو أم جات لي تقول لي ابني معروض عليني يمثل دور خليه يمثلوا لا 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 لأنه لو دخل في السكة دي هو صغير هو انتهى هو كبير هيحس انه بدأ يحقق إنجازات وهو لسه صغير ما عايش حاجة فعليا وده الواقع اللي بنشوفه وما فيش ولا حالة يا دكتور تكون العكس يعني ان مثلا الأم تشوف ان الطفل عنده موهبة فبتنميها بتنميها بس خدي بالك انه عشان يجبر وهو عنده إحساس الشهرة وإحساس العظمة وإحساس ان الفلوس بتيجي بالسهل ده هيخليه ما يبذلش أي مجهود وما ينميش أي موهبة عنده أو أي مرات عنده ده طبعا دور الأهل بالزبط كده فعشان كده الموضوع بيبقى صعب لما يبدأ من بدري عكس الناس اللي بتبقى بدأ وهي كبيرة يعني والناس اللي بتبقى واخدى الموضوع باحترافية فالموضوع مختلف التقليد بقى هو المشكلة لأنه زي ما بقول زي ما قالوا كده في التقرير في ناس بتاعوا عايزة تقلد بس الانفلونسر ودي طريقة سهلة لكسب الفلوس فيصوروا أي حاجة فتلاقي واحدة بتنظف بيتها بدأت تصور نفسها ويا بتنظف بيتها وتنزل ده على يوتيوب وتبقى انفلونسر بعد شوية هي الفكرة هي الفكرة عايز تعمل أي حاجة عشان تاخد نفس الترند اللي بياخده الآخرين وهي دي المشكلة إنه بقى فيه هوس للترند طيب دكتور المفروض ندي أطفالنا الموبايل ويكون عندهم سوشيال ميديا من سن كم تقريبا؟ هو سوشيال ميديا دي لازم لما الطفل يبقى ناضج يدخل في مرحلة النضوغ شوية اللي هو سنة كم؟ الطبيعي 16 سنة تحت 16 سنة إحنا محتاجين إنه نبقى تحت رقابة يعني لو هعمله حتى سوشيال ميديا فالموضوع يبقى تحت رقابة ما بقاش متساب كده يعني هو داخل على الفيسبوك وأنا أقعد جنبه هو عمل بروفايل عشان يتواصل مع صحابه وأنا أقعد جنبه في الوقت اللي أنا مش عاد فيه جنبه ومفيش تواصل لأنه بيتم استغلال الحاجات دي بشكل كبير وكان بعض الأطفال اللي عملوا حاجات على السوشيال ميديا والناس بدأت تتابعهم فيه ناس بدأوا يستغلوهم ويدغطوا عليهم الجرائم بتاعت الاتزاز الإلكتروني لو عارفاها طبعا وفيه ناس انتحرت بسبب جرائم الاتزاز الإلكتروني الأطفال دول ما عندهمش القدرة إن هما يميزوا ما بين النصب وما بين الواقع فعلا فيقولوا أنا عندي لكسور وأنا هبعت لأهلك مش عارف إيه فالطفل يصدق إنه هتبقى فيه مشكلة ويبدأ يبقى عرضة للاتزاز الإلكتروني فعشان كده مهم قوي إنه أطفال يتتابعوا وبذات على السوشيال ميديا لحد سن 16 سنة بعد 16 سنة ممكن خلاص بقى هو كده بقى ناضج فاسيبه بشكر حضرتك جدا على وجودك معي النهاردة في الستوديو واستفادنا منك جدا ويريت المشاهدين كمان يكونوا استفادوا وإن شاء الله تبقى معنا مرة تانية شكرا على حضرتك ويساعدة المشاهدين مرسي حضرتك